بسم الله. بسم الله. واحد اتنين ثلاثة. ازايكم اقصروا سايد فيديو النهاردة بتتكلم عن الوكالة يوم الحد. بقى بالضبط عند زنك السماء ودخلته كانوا الناس فرشة كده زي ما انتم شايفون بالضبط. بس في خمس دقايق دخلت عشر وعصير قصب بقى قلت اخدت وقت طلعت لقيت الدنيا صحرة كده اتفجأت ورده وفقه. بس في خال سانيتين عرفت على ما كان الستندات. طبعا يوم الحد انت بتمفوض لو انت بقى عايزة تنزلي يوم الحد فانت مفوض هتنزلي من الساعة سبعة الصبح تمانية الصبح هو الناس بتنزل كده يوم الحد لو نزلت الساعة تلاتة او اتنين دور فكده خلاص يعني الاستندات بتبقى الناس كلها خدت الحدات بقى لقاطة الهدوم اللي فيها والناس اللي تبقى فرشة بتبقى شرية الفرشة بتاعتها خلاص شانه بيجوا من الصبح بدر قوي. فلازم تخلي بالك من حكاية التوقيت لكن لو اي يوم تاني فانت بتنزلي بروحتك يعني عايزة تنزلي في اي وقت بتنزلي في اي وقت ببقى فاتحين. فانا نزلت على قدر يعني على قد ما قدرت نزلت بعد. طبعا البروزة دي عجبتني قوي وعجبوا اني لونها. لا واستندات الي فاخيرها. فاسوا ت定فين اليين. مات ت mph. مش كابل في المقاساة هاي. داي بقى كان فاخير ترابيزات كدده أوي من الحج يبقوا ناسها heyْتين ترابيزات الناس تنقي من الله ه doctoral. بس الناس اللي بتروح بدري هي اللي بتلحق اللبس الحلم بس انا قلت اصور يعني وابريكو يعني بتبقى نشط زي يوم الحد علشان نبقى عشدين بس بقى كده بقى ده استاند دخلت عليه كان فيه شوية يدوم حلوين كان الستاند ده عند شارع زكي استمت فيه اه محل كده بيبيع بيبسي اه سواريخ بيبسي بتبقى بشبارة كده حلو او بشرب عنده على طول فقلت اتفرج يعني واتسلى عجبني اش زكي ده قوي حاسيت ان هو عامل طويل كده ممكن اجبسه واستخدمه انت مش قصدو ولا يوقع اللي اعلم طبعا المشكلة في الوكالة اني يبقى فيش مرايات انت شايفاها فابدي طالت تلف حواليه نفسك زي ما انا بعمل الف حواليه نفس كده عشان اشوف الدنيا مظبوطة ولا لا رجعت البيت بقى وقلت اوليكم الحاجات اللي انا اشترتها عموما الحاجات في يوم الحد بتبقى حاجات قليلة استندات بتبقى قليلة وكمان الدنيا بتبقى رخيصة قوي يعني الحاجات بتبقى يعني الاسعار بتبقى نازلة ممكن تلاقي حاجات بتبقى بخمسة جنيه حاجات بعشرين جنيه حاجات بعشر جنيه الناس اللي بيعين اعتقد ان هما بينزلوا الحاجات اللي هي بتبقى بواقي طول الاسبوع بينزلها في سوق الحد تمام في انت اللي رحت لسوق الحد ممكن تلاقي حاجات تلقطيها كده وتبقى انت حاصدك ان انت تجيب حاجات جديدة بتبقى سعرها عالي شوية بس الاغلبية ان انت هتوعد تلف كتير في اليوم ده علشان هو بيبقى سوق الحد فيه ناس بتروح مخصوص لسوق الحد ده علشان بيشتروا حاجات معينة ويبقى غير بعي الايام وفيه محالات كتيرة بتبقى قفلة علشان انا رحت يوم الحد اشتري بانترون جنس من اللاجل انا اشتريت منه قبل كده هو بيحط لكم الفيديو وقول لكم انا كنت اصدر انه راجل لديت ان الراجل قفل خالص يوم الحد فبيبقى فيه ناس قفلة وفيه ناس فتحة الناس اللي فتحين بيحطوا بواقي الهدوم بتاعتهم والاستندات غير الاستندات يعني استند الراجل بتاع يوم الحد غير استند الراجل بتاع يوم الاتنين تمام؟ في يلا بينا اول حاجات اشتريتها البلوزة دي اعجبني لونها قوي وحسيت ان لونها حلو لو دخلتها في بنترون كده لونه بيج او بنترون جنسة حتى هي واسعة بس قصيرة فانا جبتها علشان البسها وكده بعد ما اشتقتها وروحت البيت اكتشفت ان هي اه لون الظرافة يعني هو ده لون الظرافة فانا كده الحمد لله كونت كل الحيوانات عندي في البيت يعني انا عندي جموس لون بقرة ولون الظرافة ولون النمر ولون الحمار الوحشي يعني الحمد لله ايه عملت حديقة حيوانة عندي هنا ماشي فالمهم ايه اه جبت ده وده كان بعشرة دنيا طبعا انا ما عرفش ماركته ايه هي مكتوب كده فانا ما عرفش هي ده يعني ده عبارة عن ايه بس انا جبته علشان اوريكو الحاجات بتاعة تيوم الحد بتبقى عاملة ازاي بقى كده بقى جبت الجاكت ده هو عبارة عن جاكت سانا عشان انا قلبيه ده بقى مش عليه ماركة او اي حاجة مش مكتوب عليه يعني هو ماركة ايه او اي حاجة بس انا عجبني لونه هو لونه رماضي تمام اه بصه هو طويل فعجبني عشان هو طويل عشان اه هلبسه فق اي حاجة تحت اي تشير تهيكل كده يعني ممكن لبسه تحت هيكل اسود على منطلون هيبقى شكله عصر جدا ويه كان مقاسي وانتو شفته في الفيديو وانا بقيسه علشان نشوفه مقاسي ولا لا عشان طبعا لو في حاجات بتبقى عجباني قوي ويه بتبقى المشكلة في المقاسات يعني في حاجات ممكن تعجبني في اي يوم في الوكالة بس هي بتبقى وانبيس فما بلاقيش مقاسي فما بشتريهاش يعني انتو ممكن يعجبك حاجة بس هي بتبقى مشكلة في المقاسات وساعد ناس مع الناس وهي ماشية مثلا يقولوا هي مشكلة في المقاسة انا مش لاقيها مقاسي انا مش عارف اي فهي دي بتبقى مشكلة مش راح وممكن حاجات يعجبك قوي تلاقيها مقطوعة او تلاقيها محروقة او تلاقيها مثلا فيها لول مش هيطلع فهي بتبقى ساعات كده لو نزلت يوم ما جبتش حاجة بيقى ممكن حاجة تعجبني بس الحاجة دي فيها غلط يعني انا عجبني كذا بلوزة ليتها مصدية مثلا فانا عشان نشيري السادة ده انا هعمل حوار وهدها الدراي كنين مش عارف اي فول بلايها يعني انا وكده كده بشتري لبس اللي انا محتاجة بس وحاولي وانت بتنزلي الوكالة تبقى عارف انت نزلت تشتري ايه علشان ساعات بيبقى فيها حاجات حلوة جدا فممكن تعالين افلسك في الشارع فجأة تلاقي بتدفع عشرين في خمسين في ستين في سبعين في عشرة في خمسة فجأة ما تلاقيش الشبوس لانت مروحة بيها اصلا وهتعمل لي مشكلة جويلة بس كده هو كده بس كده يكون الفيديو بتاعي خلص يا ربي يكون عجبك الفيديو وعجبك المشتريات ويومي لحد انت شفتيه واستنوني الفيديوهات الجاي عشان انا هحاول ان انا اصور لكم يومي الجمعة وهحاول اصور لكم يوم عادي في نص الاسبوع برضو فربنا يسهلها كده ويلا باي باي